وما نقدرش نهد السقف ليه؟ الكليسة مقامة على أربع صفوف من العمدان والصف العمدان ده مع الصف الخارجي لابد من وجود شدات يربط للتين ببعض وكان الصخف بما فيه من كاميرات يمثل هذا الشدات وكسره قد يؤثر على المنشأ كله عشان كده كان لازم ترميمه مع وجوده وبقاءه كما هو ده الشق الأول الشق الثاني اللي عايز أضيفه للمنشأ اتكلمه عن المباني إنما ما كانش نقدر نجدد ولا نترك بصمات تؤرخ الحدث لا يمكن أن نجدد دون أن نترك بصمات تؤرخ الحدث لقد أعيد كل شيء من نفس المادة بنفس الشكل إنما جينا في العمود اللي وراء السورة هنا سبنا أثار وجينا على العمود الخلفي أقرب عمود للحدث عليه أثار للشزايا وعليه دماء أولادنا الطاهرة الدم كيميائيا مادة عضوية بعد ساعات يبدأ يتأكسد ولونه يتغير للأغمى وبعد أيام كمادة عضوية يتحلل ويتلاشر مش هنقدر نمنع الأجسادة وتغير اللون إنما كان لابد أن نفكر في الحفاظ عليه كأثر للتأريخ أطول مدة ممكن والهي أنا على المستوى الشخصي فكرت كثيرا كيف نحافظ عليه ورجعت للفن الإبتي لما بيرسموا فن إبتي أيكونات لها مئات وألاف السنين بيجيبوا الأكسيد الطبيعية يدوبوها في خل وصفر بيض الخل مادة حمدية تمنع تأثير الكيماوي والبيض مادة عضوية تعمل نوع من الغلافة الرقيقة اللي تمنع تعامل الهوى مع الألوان عشان كده الألوان بتاع الفرعنة والفن الإبتي محفوظة بالخل والبيض بس برضو البيض مادة عضوية ممكن يبقى تتأثر مع الوقت بنوع من البكتيريا أو الفطريات فقد نحافظ على اللون بالبيض والخل ولكن كيف نمنع البيض من تأثره بالبكتيريا والفطريات فكان التفكير أن احنا نستخدم شمع العسل شمع العسل ندوبه وبعد ما ندهن العمود بالخل والبيض ده النافي شمع العسل المذاب ثم حوطناه ببليكسي جلاس علشان محدش يلمسه وبقول لإخواتي اللي بينظفه ده بليكسي جلاس مش جلاس مش إزاز يعني ما يتنظفش بمادة كيموية خلي بالكم ده الشق اللي هنا الخارج طبعا إحنا دي مرحلة المرحلة التانية بنشتغل في المدفن بتاع ولدنا بنشتغل في متحف صغير لتأريخ الحدث كل ما كتب كل الخطبات اللي جات لنا من رؤساء دول ورؤساء كنايس كل أو أغلب السور بعض المقتنيات الهمة الساعة اللي وقفت على تسعة وخمسة هتبقى موجودة الصور اللي تكسر ترممناها ونحطها بتؤكد الحدث ده هيبقى في متحف زائد زائد شوية نصف تسكاري هياخد وقته لأنه بنعمل من الموزايج وبنستورد الموزايج من الخارج ده باختصار شديد استكمالا للفيلم التسجيل إنما الحقيقة أحبايا كل من قد كان يلزمنا أن نستمر طول عمرنا شاكرين فنشكر الله أولا قبل كل شيء نشكر الله كله الصلاح زي ما أبونا بدأ حديثه أبونا في لبتير وقال قد عظم الرب الصنيع معنا فسادنا فرحين عظم الرب الصنيع معنا فجعل من أولادنا شهداء تسمو وترتفع بهم كنيستهم على مستوى العالم زي ما أبونا بشيوديا